محمد شاب من ولاية تيارت مستفيد من منحة البطالة يدخل إلى مركز التكوين المهني أحمد سبع ببلدية مدروسة لآخر يوم بعد تلقيه تكوينا طيلة ثلاثة أشهر في تخصص زراعة وطربية دواجين نشكر الرئيس التبو لدرنا هذه منحة البطالة وتخصص تعني عامل في الزراعة على حسب المنطقة تعني الزراعة محمد وبعد انقطائه عن الدراسة لسانوات يعود إليها من بوابة التكوين المهني والفلاحة كانت خياره وتخصصه الذي يأمل من خلاله تجسيد مشروع ناجح ما بعد التخرج شدينا في الفوجين الأولين تخصص عامل في الزراعة والتخصص الثاني هو مربي الدجاج البيض بداية نوعا ما كان شوية تخوف لأنهم ابتعدوا عن مقاعد الدراسة لمدة 30 سنة تتخيلها بعد 30 سنة ومبعد جل مقاعد الدراسة لكن عندما صابوا أستاذهم عاونتهم بالشيء اللي نقدر عليه منطقة نعرفها هي أجروب السورال في لحية رعاوية إذن كان عندهم حمس أنهم يديروا إن شاء الله مستثمرات في لحية ولم لا نطلب من السلطات يساعدوننا على نحقوا بأن نحقوا المشروع التاعي وننجح فيه إن شاء الله تعالى في لحة محمد مراح واحد من عشرات شباب الذين رفعوا التحدي ولم يفشلوا بعد انقطاعهم عن الدراسة يتمنى أن يفتح له هذا التكوين أفاقا جديدا مستقبلا